على وقع خلافات قديمة متجددة تدور رحل عملية السياسية المعتلة في العراق لتسحق تحتها ما تبقى من بلد طالب حكامه الجدد أمدهم فأوصلوه إلى الهاوية أو ما دون الكاظمي رئيس الحكومة المكلف يسقط حيث وقع سابقوه في مخاض عسير حتى اتفق عليه ونجاه لكن لا يبدو هذه المرة أن الجرة ستسلم فمن نصبوه بالأمس وجعلوه يخرج مكابرا متحدثا عن حكومة كفاءات مستقلة يعتزم تشكيلها وهم أنفسهم من يصارعه على الوزارات وتلك أحجية العملية السياسية الجديدة وأسلوبها المعتاد تتحدث مصادر مطلعة أن غالبية الكتل السياسية في البرلمان وضعت شروطا وطلبات عدة في مقابل منح الكاظم الدعم لتمرير حكومته في البرلمان ما يجعل مهمته أصعب مما كان متوقع فالخلافات تدور على جميع الحقائب الوزارية وتحديدا السيادية منها وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط إضافة إلى وزارة الكهرباء والنفط كما برزت انقسامات أكثر حدة بين كتل التحالف الواحد إذ أن كتل كل مكون من المكونات السياسية تشهد تنافسا فيما بينها على أحقية كل كتلة منها بهذه الوزارة أو تلك بل حتى منصب نائب رئيس الوزراء والمناصب الأدنى منه في الحكومة كأمين سر مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء المدني والعسكري ورغم أن مبدأ المحاصصة اعتمد رسميا لتشكيل الحكومة إلا أن القوى السياسية تحاول فرض أسماء بعينها لبعض الوزارات وهذا ما سبب خلافات بين الكاظمي وهذه الأطراف وبحسب النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي فإن الكاظمي لن يحصل على ثقة البرلمان إلا يقدم تنازلات للأحزاب أحزاب لم تدرك بعد نحو سبعة أشهر من التظاهرات أن العراقيين قد وصلوا إلى نقطة لا عودة مع الطبقة السياسية التي بدورها تتصرف بمعزل عن الشارع وإرادة الشعب تلك التي تملك زمام المبادرة وتنتظر الفرصة لتقول كلمتها